بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس سوف نقوم بعمل أول خطوة لكتابة برامج على أجهزة الجوال الأندرويد وهي تركيب بيئة تطوير برامج الأندرويد المسمى أندرويد ستوديو هذه البيئة طبعاً موجودة في هذا الموقع الموجود أمامك بالإمكانك تذهب إلى جوجل وتبحث عن أندرويد ستوديو أو تكتب العنوان الموجود في الأعلى هنا طبعاً لما تفتح الموقع تروح داولود من هنا تضغط على داولود رح يفتح لك الصفحة هذه حتى أنك تنزل بيئة تطوير الأندرويد تضغط على زر داولود هنا طبعاً راح يقول لك هل تقبل بالتيرمز والكنديشنز أو الشروط الشروط القانونية تقبل بعد كذا تضغط على داولود الأندرويد ستوديو فور ويندوز طبعاً موجود فور ويندوز وفور ماكينتوش كذا يعني نظام بعد ما يبدأ الداولود الأن بدأ عندي الداولود راح تلاحظ هنا أنه معطيك بعض التعليمات من أهم التعليمات يقول لك أنه لازم تحتاج تركب الجي دي كي وسبقاً شرحنا كيف تركيب الجافة الديبالوبمنت كيت سبقاً شرحناها سابقاً أيضاً من التعليمات يقول لك لابد أنك تركب جي دي كي سبعة فما أعلى أو عفواً هو كاتب جي دي كي ستة أو أعلى الجي رأي لا تكفي لوحدها وينما لابد الجي دي كي ويفضل جي دي كي سبعة طبعاً نحن سبقاً شرحنا كيف ينزل الجي دي كي والجي دي كي الموجودة عندي هي الإصدارة رقم ثمانية طبعاً هنا قال لك أنه في بعض الأحيان في ويندوز تحتاج أنك تعرف متغير اسمه جابا هوم environment variable اسمه جابا هوم ويكون يؤشر أو يشير للمكان اللي فيه الجي دي كي طبعاً نوروح هنا أنا أوريك المكان اللي موجود في الجي دي كي عندي هو هذا المكان موجود وغالباً هذا هو المكان عندك اللي هو تحت السي program files java jdk فمجرد أنك تنسخ اللي طالبينه منك في الموقع ما هو لازم دائماً ولكن يقولك في بعض الأحيان في بعض الأجهزة قد تحتاج الشي هذا أنك تنسخ تنسخ المسار اللي فيه الجي دي كي وتضغط باليمنى على البزر الأيمن فارع على this pc تروح properties هنا بعد كده تروح advanced system settings بعد كده تروح environment variables وتضيف هنا زي لو نرجع نقرأ الكلام المكتوب في الموقع حقهم كان لكن تضيف environment variable system variable اسمه java home يكون يشير على jdk أنا راح أضيف environment variable هذا بس عشان أوريك فنجي هنا نقل new ونكتب هنا java underscore home ليش كتبت الكلام هذا لأنه هذا اللي مكتوب عندك قدامك في الصفحة java underscore home وهنا تحط value المكان اللي فيه jdk من وين جبت المكان اللي فيه jdk غالباً راح تلقى jdk أرجع مرحاني بس عشان تتأكد غالباً راح تلقى jdk تحت program files java وبعدين jdk ورقم jdk اللي أنت منزلها طبعاً الرقم هذا قد يختلف على حسب الأصدارة والنسخة اللي أنت نزلتها من java development kit نرجع هنا نقول ok أضفنا java home system variable موجود عندنا الآن نضيف ضمنه system variables تقول هنا ok بعد كده ok بالطريقة هذه نفذت اللي طلبوه مني في الموقع مرة ثانية ما هو ضروري ولكن يقولك قد تحتاجه فأنا نفذته طبعاً بالنسبة لي أنا سبق أني نزلت هذا فذلك راح أcancel download منزل عندي setup file هذا هو setup file android studio طبعاً الخطوة الآن أنك زي أي setup file تضغط عليه ضغطتين حتى يشتغل طيب هذا الآن معطيك الخيارات اللي تبغى تنزلها اللي هو studio والsoftware development kit حقه حزمة تطوير برامج الاندرويد وكذلك الـ virtual device طبعاً يؤكري على الأشياء المطلوبة منك عادي ما في أي شيء جديد حتى الآن زي أي installation لأي برنامج ثاني ننتظر 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 عملية installation تنتهي طبعاً لو نلاحظ في الموقع هنا تلاحظ أنه فيه معلومات كثيرة هذا الموقع الاندرويد إذا كنت تجد اللغة الإنجليزية بإمكانك أنك تقرأ المعلومات الموجودة فيه معلومات عن كيفية عن الأدوات اللي موجودة تجي مع الاندرويد studio عن كيفية تطوير الworkflow كيف عملية تطوير برامج الاندرويد ولكن طبعاً لأنه هذا الكورس والمبتدئين يعني الأشخاص المبتدئين يعني الجافة من الصفر رح نعطي شيء بسيط جداً قد يكون فهم الكلام المكتوب هنا مثلاً في الworkflow قد يكون فهمه صعب شوي عليك كشخص مبتدئ لذلك ما رح أتعرض لكلام هذا لكن رح أوريك بشكل بسيط جداً مبسط جداً بدون الدخول بأي تفاصيل كيف نكتبني برنامج اندرويد برنامج جافة على جوالات الاندرويد مبسط بشكل بسيط بشكل كبير جداً فيما بعد إن شاء الله بعد ما تطور قدراتك البرمجية ممكن أنك ترجع المواقع هذه وتفهم منها بشكل أكبر وممكن الآن تجرب إذا تبغى تشوف يعني كيف العملية الworkflow حق تطوير برامج الاندرويد اللي من خلالها يتبعوا المبرمجين الترتيب اللي يتبعوا المبرمجين في تطوير برامج الاندرويد طيب نرجع هنا عندنا ترجمة نانسي قنقر خلوها شرح لكم يعني انتظار الـ Setup خلوها شرح لكم بشكل سريع كيف عملية تطوير برامج الاندرويد يقول لك هنا أول خطوة طبعاً أنك تسوي Setup أنك تنزل الـ Development Environment بيئة التطوير حقية الاندرويد وكذلك الـ Virtual Devices تسوي الـ Virtual Devices وتشبك الجوال إذا كان عندك جوال أو أي جهاز مبني على الاندرويد تابلت أو غيره بعد كذا الآن تبدأ بـ Development تسوي الـ Application حقك تكتب الكود تسوي الـ Project حق الـ Application تبدأ تكتب الكود حقك تطوير الـ Application تطوير الواجه حق الـ Application على عكس الـ Application السابقة طبعاً في الاندرويد عندنا الـ Applications راح يكون لها واجهة أيضاً راح يكون لها resources يعني بمعنى راح يكون فيه مثلاً صور راح يكون فيه ملفات صوتية وغيرها طبعاً ما راح ندخل في العمق هذا حالياً لكن برامج الاندرويد ممكن أنك يعني أو معظمها وكلها يكون فيها يعني resources زي الصور وزي الملفات الصوت وغيرها بعد كده طبعاً تسوي الـ Debugging والـ Testing تختبر البرنامج تأكد أن البرنامج شغال وبعد كده تسوي الـ Publishing أو أنك يعني تنشر البرنامج ويكون طبعاً غالباً على الـ Google Play أو الـ Store حق حق شركة Google الآن انتهت العملية عملية الـ installation طبعاً أخذت وقت يعني لا بأس به يمكن حوالي خذت عندي تقريباً حوالي العشر دقائق قد تأخذ عندك وقت أطول الآن انتهينا خلوا نشغل الـ Android Studio نتأكد فقط أنه يشتغل فقط عندنا هذا طبعاً يسألك يقولك هل عندك هل سبق أنك نزلت الـ Android Studio على جهازك فتبغى تستخدم نفس الـ Sitting اللي كنت مستخدمها قبل اللي هو الخيار الأول أو الخيار الثاني أني والله ما عندي أنا نسخة سابقة من الـ Studio وفعلاً أنا ما عندي أي نسخة سابقة من الـ Studio فلذلك راح أبدأ بـ Sitting جديدة وفعلاً هذا الـ Windows يسأل Windows Firewall ممكن هذا الـ Windows 10 قد يسأل ما أدري إذا كان Windows قبل يسأل يقولك هل بتسمح الـ Android Studio وإنه يستخدم بعض الخصائص فقلت له أنا أنه ما في مشكلة أن Android Studio يستخدم الـ Network في حالة كانت Private Network زي البيت فقط ولكن في Public Network لا فنقول له Allow هنا Access الآن جالس الـ Android برضو يسوي Download لبعض الـ بعض الأشياء الإضافية من الإنترنت الآن انتهت عملية الـ Installation أو عملية Download الأشياء الإضافية وأصبح الآن طبعا الـ Android Studio جاهز للاستخدام بالإمكان أن نبدأ مشروع جديد أو برنامج جديد على Android Studio ونترك هذا إن شاء الله للفيديو القادم